خدوا بالحضراتكم كل اللي بيتعامل ده حفاظاً على حقوق النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي كان الأحق بالفوز النادي الأهلي كان الأقرب للفوز النادي الأهلي طيب لو كانت احتسبت راكلة الجزاء اللي كان الناس بتتكلم عنها اللي جات في إيده ده هل كان من الممكن ان النادي الأهلي يجيب جنو اثنين وثلاثة ويتسيد الموقف أكتر من كده ولا لا هل الكلام اللي أنا بقوله ده مصبوط ولا مش مصبوط فبالتالي ركلة الجزاء دي مثلاً أو ضربة الجزاء دي أثرت بشكل سلبي جداً جداً في المباراة فالنادي الأهلي كان الأفضل، النادي الأهلي كان الأقوى النادي الأهلي هو لما تيجي تحسب الفرص اللي راح بها النادي الأهلي قصة الناس بتقولك إيه؟ ما فيش فرص كتيرة لا، فعلاً ما كانش فيه فرص كتيرة وده بناء أيضاً على كلام ريني فيلر اللي قال إن النجم السحيلي عندما تم سؤاله في المؤتمر الصحفي ليه ما خلقتش فرص كتيرة؟ قالك لأن النجم السحيلي كان بيدافع بامتياز فعلاً كان بيدافع بـ 11 لعيب تحت الكرة بـ 11 لعيب تحت الكرة وانت بتلعب عشرة من أول عشر دقايق فبالتالي خلينا أقول لحضراتكم إن كل اللي بيحصل ده إحنا النادي الأهلي بيعمل هذا الموضوع وبيبعت للكاف حفاظاً على حقوقه ولكن ليس شماعة للخسارة ولكن ما حدث أثناء المباراة لأنه في ناس طالع طبعاً من لا يشجع النادي الأهلي أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي شايفين إن النادي الأهلي بقى يقول لك أصل النادي الأهلي بيعلق هزمته على شماعة الحاكم إطلاقاً خالص النادي الأهلي لما اتغلب قبل كده عمرنا ما قولنا حكام إلا لما كان هناك خطأ واضح جداً أثناء المباراة خطأ واضح يعني العالم كله اللي شاف الكرة دي قالك إن هي لا تستحق إن هي يكون فيها طرد لأيمن أشرف بالمناسبة كان ممكن أيمن أشرف يكمل ولقدر الله برضو نتغلب ما كانش يعني ما كانش هيبقى عندنا الكلام ده أو ما كناش حنقول الكلام ده بالمناسبة كانت ممكن الكرة الأخيرة بتاعت رمضان صبحي اللي ناحية الشمال دي لو كانت حسبت وترفعت أوفر وتعادلنا كان ممكن تترفع وما تجيش جوم برضو كان ممكن راكلة الجزاء دي لو اتحسبت كان ممكن يخش أي حد يشطها ويضيحها كان ممكن جداً فالنادي الأهلي عندما يتكلم زي ما كان في البداية الكلام قالك إيه؟ الطرق الشرعية للحصول على الحقوق كعادة النادي الأهلي وزي ما تعلمنا جوه النادي الأهلي هذا الموضوع فكل اللي بيحصل وإحنا متأكدين وإحنا سندين ظهرنا كويس إحنا متأكدين إن إحنا عندنا الحمد لله والشكر لله فريق جيد عندنا مجموعة رائعة من اللاعبين عندنا جهاز فني رائع جهاز إداري رائع لجنة تخطيط بتدير الموضوع بشكل جيد مشرف على الكرة بيدير الموضوع بشكل رائع ومن خلفهم مجلس الإدارة بالكامل واقف في ظهر المجموعة كلها وبالتالي إحنا ما عندنا أي مشكلة ولكن مشكلتنا الوحيدة أنا عايز حقي حقي بقى يجي إزاي أو ما يجيش إزاي بالطرق الشرعية هي دي الطرق اللي دائما النادي الأهلي بيسلك الطرق الشرعية للحصول على هو النادي الأهلي لفت أو لفت الأهلي النظر في شكوال للكاف إلى خطورة استمرار الأخطاء التحكمية وإسناد مباريات لحكام بعينهم وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لطريق التعيين الحكام للمباريات طلب يعني قانوني جدا وطبيعي جدا أنا عايز أعرف أنت ليه بيتم تعيين الحكام الفلاني ده عشر أو حداشر مرة من 2012-2013 أو 2014 أنا آسف لغاية دلوقتي تم تعيين الحكام البوتسواني حداشر مرة للفرق والمنتخبات التونسية معرفش صدفة طبعا ممكن جدا تكون صدفة أنت يتم تعيينك حداشر مرة صدفة وشدد النادي على أن مسلسل الأخطاء التحكمية تكرر كثيرا مع النادي الأهلي لسيما في الفترة الأخيرة في المباراة النهاية موسم 2016-2017 الكل يتذكر وهو ما يهدر الكثير من الجهد والمال على الأهلي وعلى كل الأندية المشاركة في البطولة القرية التي تنفق الملايين وتضيع حقوقها بسبب هذه الأخطاء التحكمية أنا رجل النادي الأهلي دائما ما يكون المرشح الأول للفز بهذه البطولة وبالتالي أنا اللي عندي جمهور 80-90 مليون النادي الأهلي طبعا فأنا لازم أعمل أنا كمجلس إدارة بقى أو يعني كمجلس إدارة لازم يعملوا إيه؟ لازم يعملوا أفضل ما عندهم علشان يقدروا يكسبوا هذه البطولة لازم يبذل أقصى جهده كمجلس إدارة علشان يكسب هذه البطولة فبيعمل إيه؟ بينفق أموال بيجيب لعيبة كويسة فبالتالي بينفق عليها أموال كتيرة علشان إيه؟ علشان ياخد بطولة أفريقيا ويلعب في كاس العالم للأنديا مش عشان يجي حكم صدفة أنه هو حكم مجموعة مباريات بعينها لأنديا معينة صدفة فييجي حكم زي ده يطرد لك لاعب ولقدر الله ما يمكن الكرة توقف بعد كده معاك ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل خلال الفترة اللي جاي على الرغم من قناعتنا جميعا أن النادي الأهلي يمتلق أقوى فريق حتى الآن الواحد يتفرج على كل المباريات فيه فلاق قوية ما حدش يقدر يتكلم مازنبي فريق قوي التراجي فريق قوي سانداونز فريق قوي ولكن وجهة نظري أن النادي الأهلي أفضل من كل هذه الأنديا ترجمة نانسي قنقر